بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سامعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآني محمد في هذا الدرس نريد أن نبين كيفية اشتقاق اسم الزمان وكيفية اشتقاق اسم المكان أو ما يعبر عنهما باشتقاق اسمي الزماني والمكان وهذا بحسب ترتيب الكتاب يعتبر الدرس الأخير أو ما قبل الأخير ولكن نحن غيرنا كما قدمنا بحث اسم الفاعل كيفية اشتقاق اسم الفاعل وكيفية اشتقاق اسم المفعول كذلك نقدم اشتقاق اسم المكان والزمان وكذا سيأتي إن شاء الله اسم الآلة واسم المرة واسم النوع كلها نقدمها بحيث يتم لنا جميع قواعد علم التصريف ثم بعد ذلك نطبق هذه القواعد على الأفعال الصحيحة والمعتلة والمضاعفة والمهموزة فبذلك نختلف منهجيتنا تختلف عن منهجية صاحب الكتاب ثم بعد ذلك نعود إلى منهجية الكتاب في تطبيق هذه المباحث على الأفعال كما ذكرنا ففي هذا الدرس نريد أن نبين اسم الزماني واسم المكان أما بالنسبة إلى معناهما المراد بهما هو اسم يشتق من الفعل المضارع كما ذكرنا كل الاشتقاقات تشتق من الفعل المضارع إلا هو المضارع يشتق من الماضي والماضي يشتق من المصدر وإلا سائر الاشتقاقات تكون من الفعل المضارع فاسم المكاني واسم الزمان اسماني واشتقاني من الفعل المضارع للدلالة على زمان وقوع الحدث زمان وقوع الفعل ومكان وقوع الفعل فمثلا تقول مجلس هذا مجلس اسم زمان واسم مكان يعني يمكن أن نستعمله للدلالة على اسم المكان ويمكن أن نستعمله للدلالة على اسم الزمان فيدل على الزمان والمكان بلا فرق أو مقتل مثلا يمكن أن تشير بمقتل لزمان وقوع الفعل وهو القتل أو مكانه تقول مقتل الحسين في كربلاء يعني مكان قتله في كربلاء وتقول مثلا مقتل الحسين يوم عاشراء يعني الزمان قتله فمقتل اسمه زمان واسمه مكان فاسم المكان واسم الزمان بلقظ واحد يشتركان في اللافظة بجميع الاشتقاقات يعني بجميع الاشتقاقات اشتقاقهما واحد هذا بالنسبة إلى المعنى الآن الباحث الصرفي من هنا يبدأ ما أو كيف نشتق اسمي الزمان والمكان هذا وظيفة علم الصرف يبين كيف نشتقهما فنقول بهذه الطريقة المضارع إما ثلاث مجرد وإما غيره غير الثلاث المجرد غير الثلاث المجرد بمعنى الثلاث المزيد الرباع المجرد الرباع المزيد أولا نأتي إلى الثلاث المجرد ما هي القاعدة في اشتقاق الثلاث المجرد نقول هذا الثلاث المجرد كما تقدم له ثلاثة أوزان في المضارع له ثلاثة أوزان إما مكسور العين وإما مفتوح العين وإما مضموم العين يفعلوا وإما يفعلوا وإما يفعلوا كما تقدم في بيان اشتقاقات الفعل المضارع فإذن الثلاث المجرد له ثلاثة أوزان في الفعل المضارع لا غير الآن نريد أن نشتق اسم الزمان نريد أن نشتق اسم الزمان والمكان من هذه الأفعال الثلاثة كيف نشتقها نقول إذا كان اسم الزمان والمكان نريد أن نشتقه من يفعل فلابد أن يكون على وزن مفعل على وزن مفعل مثاله تقول جلس يجلس يجلس على وزن يفعل يجلس فلابد أن تقول في اسم مكانه وزمانه ماذا مجلس يجلس مجلس فإذا كان المضارع مكسور العين فإسم المكان والزمان منه على وزن مفعل أو مثلا يضرب فإسم المكان والزمان منه مضرب مضرب لبيان زمان الضرب ومكانه نذكر مثال على ذلك مثال مجلس فمجلس فمجلس يكون بكسر العين لماذا لأنه مفوض من يجلس هذا باختصار أما إذا كان على وزن يفعل أو كان على وزن يفعل فإذا كان من هذين الوزنين فلابد أن يكون على وزن مفعل مفعل مثلا يقتل يقتل بضم العين يقتل ما هو اسم الزمان والمكان منه مقتل مفعل أو مثلا يذهب يذهب على وزن يفعل يذهب فإسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل مذهب فإذن اسم المكان والزمان من الثلاث المجرد له صيغتان فقط إما مفعل وإما مفعل مفعل متى نستفيد منها إذا كان مضارعه على وزن يفعل بكسر العين مفعل متى نستفيد منها إذا كان المضارع يفعل أو يفعل يفعل ذكرنا له مثال يذهب صير مذهب يفعل مثل يقتل أيضا صير مفعل مقتل أو مثلا تشرق الشمس تشرق لما نريد أن نشتق منها ماذا نقول مشرق مشرق أو مثلا يسجد نقول مسجد هذا بحسب القاعدة تقول لكننا نسمع في لغة العرب لا يقولون مسجد يقولون مسجد نقول نعم هذا شاذ يعني مثلا تقول مشرق الصحيح مشرق ولكن العرب استعملوها على وزن مشرق مسجد وهذا الصحيح على وفق القاعدة ولكنها استعملت شذوذا على وزن مسجد مفعل ولذلك يقولون يجوز استعمال مسجد يجوز استعمالها على وفق القاعدة الصحيحة مسجد أما مشرق فقد استعملها العرب على هذا الوزن وهناك يذكرون مثلا مسقط يعني مسقط رأسه يعني محل ولادته أو زمان ولادته تقول مسقط ويجوز استعمالها أيضا شنو مسقط مسقط استعملها العرب على وزن مسقط ولكنها الصحيح على وفق القاعدة مسقط تقول وشذ استعمالها على وزن مفعل هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الثلاث المجرد إذن المضارع إذا كان من الثلاث المجرد فنشتقه إن كان من يفعل على مفعل وإن كان من يفعل ويفعل فعلى وزني مفعل هذا اسم المكان والزمان بالنسبة إلى الثلاث المجرد جيد إذا كان من غير الثلاث المجرد ماذا نفعل يعني إذا كان ثلاث مزيد مضارع ثلاث مزيد أو رباع مجرد أو رباع مزيد فالأمر فالأمر فيه سهل ماذا نقول فكما يقولون اسم المكان والزمان منه على وزني اسم المفعول ماذا قلنا في اشتقاق اسم المفعول نقوله هنا كما قلنا هناك ماذا قلنا هناك قلنا اسم المفعول يشتق من المضارع بهذه الطريقة أولا نحذف حرف المضارع هذا أولا ثانيا نضع مكانها أو مكانه مكان حرف المضارع نضع مكانه ميما مضموم ثانيا ثالثا نفتح ما قبل الحرف الأخير فمثلا إذا أردنا أن نشتق اسم مكان أو زمان من أدخل يدخل مثلا هذا المثال أدخل أفعل يدخل كيف نشتق اسم الزمان والمكان من هذا نحذف حرف المضارعة ثم نضع مكانها ميم مضموم ثم نفتح ما قبل الأخير نقول مدخل مدخل في بعض المتون في بعض المتون الزيارات ماذا تقرؤون اللهم أدخلني مدخلة مشتق اسم مكان مشتق من ماذا من المضارع الثلاثي المزيد بخلافي مدخل مدخل مشتق من دخله يدخل هنا نقول مدخل مدخل الدار ماذا يعني مدخل الدار ما الفرق بين مدخل ومدخل مدخل الدار يعني مكان دخول الدار مكان الدخول أما مدخل من أدخله يعني مكان إدخال إلى الدار أو زمان إدخال هنا هنا زمان الدخول أو مكان الدخول أما هذا لا زمان إدخال أو مكانه هذا الفرق بين مدخل ومدخل هنا يكون على وزن اسم المفعول ولا فرق بين أن يكون على أي وزن المهم أن يكون من غير الثلاث المجرد الثلاث المزيد الرباع المجرد الرباع المزيد كله بهذه الطريقة فإذن في غير الثلاث المجرد يشترك اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول هذه الثلاثة تشترك بهذه الطريقة نضع ميما مضمومة مكان حرف المضارعة ونفتح ما قبل الآخر هذا تمام الكلام عن كيفية اشتقاق اسم الزمان واسم المكان كيفين اشتقوا اسم المكان والزمان نقول بهذه الطريقة لابد أولا أن نميز هل أن الفعل المضارع ثلاثي مجرد أو غير الثلاثي المجرد ثلاثي مزيد أو رباعي مجرد أو رباعي مزيد فإن كان ثلاثيا مجرد فنأتي نقول هل هو على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل مكسور العين أو مفتوح العين أو مضمومه فإن كان مكسور العين فيأتي على مفعل وإن كان مفتوح العين فمفتوح العين وإن كان مضموم العين فمفتوح العين أيضا فعندنا وزنان مفعل ومفعل نعم قلنا في بعض الصياغ قد تأتي بخلاف ذلك شذوذا كما في مشرق المفروض يقولون مشرق وبعض العرب يستعمله على الوزن الصحيح على مشرق ولكن شذوذا من باب التسهيل لخفة اللفظ يعني مشرق أخف من مشرق أو مسجد وفق القاعدة لابد أن يقولوا مسجد ولكن مسجد فيه شيء من الثقل فانصرفوا عنه إلى مفعل إلى مسجد ومشرق تخفيفان هذه الصيغ تكون شاذة وكذا في مسقط وإلا الصحيح وفق القاعدة يقولون مسقط جيد بقي شيء واحد في هذا البحث في بحث اسم المكان واسم الزمان وهو إذا أردنا الدلالة على مكان يكثر فيه شيء معين مثلا في هذا المكان يكثر فيه الأسود ماذا نفعل؟ يعني للدلالة على لا للدلالة على مكان وقوع الحدث لا وإنما للدلالة على مكان يكثر فيه شيء معين يكثر فيه الذئاب يكثر فيه الأسود ماذا نقول؟ يقول نفس هذا الوزن نضيف له تاء إذا كان من الثلاث أل مجرد فمفعل نقول مفعله مفعله مثلا أو عفوا نقول مفعله لا مفعل نقول مفعله كما فيه مثلا مكان يكثر فيه الأسود تقول مأسده ماذا يعني مأسده؟ يعني مكان يكثر فيه هذا الحيوان المفترس الأسد أو مذأبه وهكذا للدلالة على كثرة أو مثلا في مكان تقول مظنة مظنة استجابة الدعاء يعني ماذا؟ يعني هذا المكان أو هذا الزمان يكثر فيه استجابة الدعاء مثلا في ليلة الجمعة مظنة استجابة الدعاء في ليلة العيد مظنة استجابة الدعاء في ليالي القدر في ليالي شهر رمضان وهكذا بعض المناسبات الزمانية يكثر فيها استجابة الدعاء فيقولون ماذا؟ مظنة مفعله مفعل ونضيف له التاء نقول مظنة مظنة لأنه يكثر فيه فيظن فيه استجابة الدعاء وكذا في المكان مثلا الحائر الحسيني قبر الحسين عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد الحرام في مساجد الله بشكل عام مظنة استجابة ماذا؟ الدعاء وكذا مثلا لما تسمع البعض يقول هذه مقبرة ماذا يعني مقبرة؟ يعني مكان يكثر فيه القبور مكان خصص للمقابر للقبور فيقال مقبرة وقد يقولون شدودا مقبرة ولكنه شاذ وقليل الاستعمال جيد وكذا في مسبعة ومأسدة ومذأبة هذا يكثر فيه الشيء هناك مثلا يكثر فيه استجابة الدعاء هنا يكثر فيه وجود الأسود وما شابه ذلك إذن تمام الكلام في اشتقاق اسم المكان والزمان بهذا الترتيب الذي عرضناه لكم والحمد لله رب العالمين يا خير هاد للآنام فسامى عطفا على اشتركوا في القناة